وقد افترضوا أن الجاذبية ستبطئ أو توقف الكون يوماً ما أعلم أن الكون أخذ بالطباطؤ والسؤال هو كم؟ جواب هذا السؤال سيحسم النقاش حول عمر الكون ومصيره وقد أصبح ذلك سباقاً وجد هنا فريقان متنافسان لقد كانوا يحاولان قياس معدل توسع الكون وذلك في أوقات مختلفة في الماضي وذلك من أجل مقارنتها بمعدل توسعه الآن طريقة التحقق تتم عبر هابل وجدت انفجارات المستعر الأعظم في مجرات بعيدة واستخدمت ضوء ناتج عن الانفجار كمقياساً لقياس المسافة بين الأرض والمجرة لكن اكتشافات هابل لا تتطابق مع النموذج لتوسع الكون ليست المجرات التي بها انفجارات مستعر أعظم آخذة بالابتعاد فقط بل تتحرك بتسارع أيضاً أقنعت نتائج هابل الفلكيين أن عليهم التفكير في الكون بطريقة جديدة إن رميت كرة تتوقع عن تسقط وتتباطئ لكن لا تتوقع عن تأخذ بالتسارع أكثر فأكثر فليس من الممكن أن يحدث هذا لكن الأمر وارد وفقاً لأدلة هابل الكون آخذ بالتوسع بشكل متسارع والتفسير الوحيد بسيط جداً وغير محتمل أيضاً ثم تشيء يسبب زيادة سرعة توسع الكون إنها قوة غير مرئية اسمها الطاقة السوداء الطاقة السوداء إظهار آخر لقوة الجاذبية المألوفة لكننا لم نرها سابقاً تسلك هذا السلوك لكن أكثر جزءاً غامضاً في هذه الأحجية هو مستقبلها ستزداد قوتها مع مرور الوقت هذا يعني أنه يوماً ما ستصبح الطاقة السوداء أقوى من الجاذبية وأقوى أيضاً من القوى التي تربط الظرات مع بعضها البعض سوف تتفكك كل أواصر الربط حتى تصل المستوى ما دون الذري يبدو أن عمر هذا الكون قصير جداً وذات يوم سيحدث ما يسميه العلماء والفلكيون بالتمزق الكبير هذا ما نواجهه حين ننظر إلى شيء نجهله نحن خارج الموقف ولن نتوقع ذلك إنه تغير كبير في طريقة تفكيرنا في الكون تخيلوا أننا لا نعلم شيئاً عن البحر وذات يوم نكتشف المحيط ونفاجأ بأن ثلاثة أرباع العالم تغطيه المحيطات لكن لا فكرة لدينا عما يوجد في المحيط أو ما هو تأثيره وهذا تماماً هو حالنا في الوقت الحالي بالنسبة إلى الطاقة السوداء الدراسة المتواصلة للطاقة السوداء هي أهم سبب لإبقاء هابل في الفضاء لكن كم سنبقي هابل محلقاً؟ بعد قرابة عشرين سنة على إطلاقه ما زال مقرب هابل الفضائي يتقن أساليب جديدة حين يهبط مكوك أتلانتس في نهاية مهمة الصيانة سيتم تشغيل الكاميرا الفضائية واسعة المدى ثلاثة الجديدة مما سيوسع نطاق عمل هابل والأداة الجديدة الأخرى هي مرسمة الطيف الكوني التي ستنبئنا بالمزيد عن تأثير المادة السوداء في المجرات البعيدة لكن حتى بوضع أدوات جديدة فإن أيام هابل معدودة حيث إن المكوك سيدخل أيضاً آلة ستنهي رحلة هابل في الفضاء في نهاية المهمة عند انتهاء أعمال هابل وقبل حلول اللحظة الأخيرة وعودتنا أنا متأكد تماماً من أنني سألقي نظرة ولمحة أخيرة على هابل لأنني أظن أنها المرة الأخيرة التي سيزور فيها الناس مقراب هابل الفضائي وبعد أن استغله ناس كثيرون فإنني سأقوم نيابة عنهم وعني بمعانقة هابل للمرة الأخيرة وشكره على ما قدمه لنا قبل أن نتخلى عنه في رحلة الاستكشاف الجديدة لمقراب هابل الفضائي يصعب علي أن أفكر في نهاية مهمة مقراب هابل الفضائي لأنه في الوقت الحالي يقدم الكثير أو هذا ما سيحدث متى ما تمكننا من إصلاحي ثانية إنه مقراب قوي وقدراته فريدة جداً وسوف تبقى كذلك دوماً ستكون خسارة أن لا يتولى هابل المراقبة من أجلنا بعد الآن يوم حدوث هذا سوف يتلقى مقراب هابل الفضائي أمراً أخيراً للتوقف والعودة إلى الأرض سوف يحترق المقراب الدائر مع دخوله الغلافة الجوية للأرض وسيدخل التاريخ سيحرص المراقبون على أن يسقط المقراب الضخم في المحيط الهاب ستكون لحظة مؤثرة لمن اعتاد على هابل منا فقد كان جزءاً مذهلاً من حياتنا وأتاح لنا القيام بأعمال رائعة لكن في الوقت ذاته نحن طموحون الجيل القادم من المقرابات الفضائية اسمه مقراب جيمس ويب الفضائي ويقرر إطلاقه عام 2013 سيتفوق مقراب جيمس ويب على مقراب هابل تماماً سوف يصل إلى ما وراء القمر وسيتوازن بين قوى الجذب الخاصة بالأرض والقمر والشمس برز مقراب جيمس ويب بعدما قدم هابل أملاً في التقاط صور الكواكب المحيطة بالنجوم الأخرى نأمل يوماً ما بالإضافة إلى إيجاد كواكب شبيهة بالأرض أن نتحقق من أجوائها ونحللها كيميائياً ونرى إن كان هناك آثار حياة ليس هذا خيالاً علمياً أو حلماً نحن في تقدم سريع ويب سيتقدم بالعلم أكثر مما فعل هابل لكن سيكون هابل الرائد دائماً فهو أول مقراب فضائياً وأول مقراب بالنسبة إلى البشر لقد استعمله العلماء لكن العامة يقيمون الصور التي تم التقاطها عبر هذا المقراب أكثر منذ قبل لذا فقد طور مقراب هابل علم الفلك بالنسبة إلى العامة إذا أيقظت شخصاً ما وكان مواطناً عادياً في البلاد وسألته عن اسم مقراب فسيقول مقراب هابل حدد هابل حدودنا وسهل لنا الاكتشاف وكل ما هو جديد ومع تقدمنا نحو المستقبل آمل أن نجد طريقة للحفاظ على هذه القدرة لأنه حالما نفقدها ستعمى أبصارنا عن الكون دار مقراب هابل حول الأرض آلاف المرات ودار حولنا مراراً وتكراراً أنار أبصارنا على اكتشافات مثيرة جداً للاهتمام وزودنا بصور مذهلة وعلم العقل البشري عن الماضي والمستقبل بشكل فاق إدراكنا لما نسأل عنه في كوننا المعجز اشتركوا في القناة